هذه حكومة تخدم المنطق الاقتصادي الرأسمالي الذي يتنقد مع منطق دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان ونعلم على أن العدالة مشروعية تستمدها من الدفاع لذلك فمشروع قانون المسترى المدنية هو يضرب الدفاع وعندما نضرب الدفاع نضرب العدالة والسلم الاجتماعي والاستقرار المستدام لذلك يريدون قضاء شبه إداريا يتحكم في أرقب المواطنين فارغ من الدفاع ومن السلطة التأثيرية فهذا مرفوض فبعد حلقة بين المشاورة بين الحكومة في شخص صيد وزير العدل مع مكتب الجمعية ومع المحامين وطمئن أن كل مطالب المحامين ستأخذ بعين الاعتبار داخل المسودة وبين القوصين هذه من 2014 يرى عشرات الصيغات التي عاد وصلنا لها اليوم ثم إنا على أن نأخذ بالاعتبار في حياتنا أننا اليوم نعيش ردة بمعنى أن هذه خيانة للأمانة وضرب للإستقرار الدستوري لما نخلط بين الصلاة ولما نفرغ العدالة من محتوها هذا يعني يخدم ماذا؟ يخدم التحكم الذي يخدم الإحتكار المالي وإذا كان المحامون هم سلطة تأثيرية تعطي المشروعية لسلطة القضائية من حيث صياغة الحقيقة من حيث صياغة الأحكام من حيث الفيصل بين الناس فهذا حماية للمواطن والاستقرار الشريعي والاستقرار الدستوري أن يكون لديها احتكار قانوني واحتكار في المهام لأن إذا فرغنا مهنة المحامات المحلفة التاريخية المنظمة بهيئات من محتوها من سيتكلف بحقوق المواطنين؟ بمعنى هذه تضرب محاربة شعار محاربة الفساد في مقتل بمعنى سنعرف طفيليات داخل المحاكم سنعرف انتماء السمصارة داخل المحاكم وهذا يعني مرفوض وغير مقبول لذلك فاليوم المحامون موحدون وواقفون وقفة رجل واحد وفي حالة استنفار لأجل تبني جميع الأشكال المضالية وجميع الآليات القانونية الدولية والوطنية للتصدي لهذه الردة الشريعية